بموكب فرائحي بهيج امتزجت فيه السعادة ببراءة الطفولة وروعتها اتجه فيه احباب الله الاطفال ذوي الاعاقة من العتام لتوجه الى حديقة ديزنيلاند حيث اقامت المهرجان الذي اقامه فرع الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين بمحافظة اب وبالشراكة مع المجلس الاعلى لرعاية وكفالة اليتيمة ومنظمة رعاية الاطفال وبالتعاون مع ادارة حديقة ديزنيلاند ونخبة من الناشطين شباب وفعالية الخير الهدف من الفعالية هو يعني في عبارتين نقول نضع البصمة لنرسم البصمة على وجوه ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بين فئة المجتمع الاخرى حيث ان اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة دائما نوعا ما يكونوا معزولين فلذلك نريد اخراجهم الى هذا المجتمع وايضا معاشرتهم وايضا ملامسة قضايتهم قيم هذا المهرجان الاتحاد الوطني جميعات المعاقرين اليمنيين بالشراكة مع المجلس الاعلى لرعاية اليتيم لعدد 120 طفل وطفلة من الايتام ذوي الاعاقة ومرضى السرطان في محافظة اب المهرجان الترفيهي تخلى له برنامج وفقرات متنوعة بحضور ممثلية السلطة المحلية ومكتب الاوقاف والاكاديميين والاعلميين والنشطين وحضور جماهيري معززا ومشجعا مثل تلك المهرجانات التي تهدف الى زرع الابتسامة والفرحة في قلوب الاطفال من الايتام ذوي الاعاقة اود انه يعني ارسل رسالة انه دائما منظمة منظمة رعاية الاطفال يعني تهتم بهذه المواضيع تهتم بهذه الاحتفالات تهتم بمعالجة القضايا المتعلقة بالاطفال بالحالات المعرضة للخطر الحالات الشديدة او الحالات المهمشة مثل الايتام او المعاقين فبتحاول انه توصل لهم بشدة طرق سفد الشلدرين من اوائل المنظمات الموجودة في الجمهورية اليمنية من عام 1962 تعتبر الرائدة في مجال الاطفال تقوم بدعم الاطفال بالذات الاطفال ذات الاعاقة لنتيجة الحروب الاطفال المهمشين الاطفال الناتجة اعاقتهم عن حوادث ان كان عليه الصلاة والسلام قد قال انا وكافل اليتيم في الجنة كهتين واشار باصبعيه فكيف ان كان اليتيم من ذوي الاعاقة اجتمعت فيه معاناة الاعاقة واليتم فليس هناك اسمى من ان تكون مشاركا في اسعاده تلك هي ابلغ معاني الانسانية واعذبها صباح الشغدري محافظة اب